السلام عليكم أخواتي الغاليات إن شاء الله تكونوا بخيروا على خير وما نقصكم حتى خير يا ربي تكونوا دوستو الأيام المباركة من رمضان للشهر ديال شوال هاد العيد الفطرة هادا يا ربي تقبل منا ومنكم صالح الأعمال أغبرت عليكم شوية ورجعنا دابل ما كنش بغيت ندير معكم تنظيفات فرمضان لأنا بزاف الأخوات كما قلت لكم ذاك نهار ما كنش خدمة بزاف اليوتيوب بعد المرات اللي كان حط شي فيديو وأن الحمد لله رمضان هاد العمداز كما بغيتو كما رتحت ليه ياربي حتى أنتم ما تكونوا دوستوه بخير وعلى خير وفي العيد إن شاء الله راكم عارفين لي دامت لي في الكوزينة وعارفين حتى الحيط صورت لكم الحيطة تشوفوا كله كيكون مطبع بليدين ديال الدرس الصغر وغديوة كما العادة مهي من الشهيوات الاقتصادية ولكن البنينة واللديدة في نفس الوقت غادي نصب من هادو كطلامت ديال السيجور كأول مرة علش بغيت نصب من هما البنات حيغير حيط كنقلسوا فيه وكيكونوا ولادي بقين صغار هكا وكيكونوا عديع وتاني وليدات أخرين صغار وخمشي ولادي مهم طبيع ديال يدين كيكونوا وانا كنخليوهم يقلسوا براحتهم هذي كيال بالله صفش كنقلسوا غادي نصب من هوم ونقول لكم النتيجة واش طلعو واش ما طلعوش حيط أنت يطاش بزاف الأخوات كيتخوفوا منه وغادي نشارك معاكم واحد الخلطة زوينة ديال البوطة ترجع الانوكس قاعدوك تعليقات ديال اللهوط وذك شي ترجعو لكم كيش شعر الكريم ما درتش تنضيف العميق نهائيا خليت كل شي كان قغير ذك شي اللي كانحتاج وذك تسياق ديال دايما اللي كان ديرو وذك الحكام ديال الحمامات أكرمكم الله هذك شي كله كان ديرو ولكن ذك تنضيف العميق ليمو اللي فك نشارك معاكم ما درتوش في هذا رمضان حاليا ان شاء الله بحول الله غادي نشارك معاكم ونسيت ما قلت لكم شاء البناس غادي نضفوه الضربية ديال السيجور بلامة لا اخوات اللي ما بغوش ولا ما عندوش وانين ما ضعوها بقيو معايع فيها وهناك TRنضيف ديال الذربيه في هذا الفيديو هذا أنا أخذي تلبنادم كنت كان وراءكم هدى اللي كان هدى الميكا تبجوج وحدا فيها ملح الليمون وحدا日 بكاربونات الصودة هذك القياس 20 درهم في كل ميكا انتوا مشتو هدى الميكا فيها بكاربونات الصودة والاخرى فيها ملح الليمون تقريباً نفس القياس وقدرت معي القا ديال صبو اللي بلدي ومعلقى ومعلقة بيكربوناتسودا ومعلقة ملح الليمون ومعلقة الخميرة الخبز وضفت فيهم الماء عادي ومسخوا الموال وغير هذا التفاعل فش كتكون الرطوبرة كي يطلع التفاعل بيكربوناتسودا وحتى ملح الليمون بالأخل بالأول وفي الأول ولكن ما زال غادي نزيدها هادي نحاول ندوب هاد الصابون هادا إلا ما عندكم الصابون بالديال بنت هالزوط ريف ديال صابون الحجرة حكوها مزيان ديروها في المطيب وحتى كتولي على شكل عجينة وخدموا بها تقريبا نفس النتيجة هادا خل تنظيفها البنات هادا وولي كنت كنجيب شحال هادي مودة في الهري كنت كنجيبوه بعشرين دراهم حتى بزاف البنات قالوا لي يارا كان غير بعشر دراهم ثمانية دراهم وفعلا نلقيتو دبا كان اخدوه بتسعة ديال دراهم على حسب كل مرة تسعة دراهم المهم كانستعملوا زوين بزافان توم ما شوفوا البوطة بالنسبة لهذا البوطة غير ديال نهار واحد ماشي زعمار رمضان كله ولا ولكن انتبارك الله البوطة خدمات يعني خدمات داكشي لخدمنا احنايا بحالها ما شاء الله تمرت في هادا رمضان هادا وهي اللي طيبت عليها لي كومون ديال البريوات وديال شباكي ودكشي قعلي خدمت ماركبتش داكريش وليمو اللي فكنا نخدم في لي كومون تصافي بديت كان نخدم هنايا وكما الاحسن نديرو شي حاجة ديال كومون نعزلوها بوحدها هنا هي الحمدلله هادا البوطة هادا هادا ممكن تخسر موالو غناخد هادا الخاليطة البنت وغادي نطبق عليها إلا كانت عندكم كتر من هادا الحورق وديك القشرة ديال دسم او لديك تعليكة ديال حراق وليده ديرو هادا الطريقة هادا وزوح طريف ديال ديال بلاستيك بحال مثلا هادا هادا اللي كان ديرو فيها القومة ما اكرمكم الله جديدة وفتحوها واغطوا بها البوطة ديالكم فيها لديك قدم ما خليتوها قدم ماكت ذات تخمر وتطلق واخهم تكونش حتى إونوكس تكونش شكلة أخر بحال بحال بوطة البيضة و اللون ديالها كريمي ودهك القهوي ديرو هادا الطريقة هادا ف هادا الخلطة هادا غا ترجعها كتشعل هنا ما خليته هادا دائما معا تصوير هكا ومعاحتا كما قلت لكم ارها ما كانتشد او لديك الايونوكس ديالها مكتشدش الحراق خديت واحدة جيكس ليه ورقيق كيف يمكن ان اخذوا الحلفة لكي نغسلوا المعين هذا الكنون الوسطاني هذا بالضبط فشرا فيه واحد الحرقة محرقة ومعودة جوش مرات وخليتها ما كنتش غسلتها هي كتبغي غير شوية هكرة وخة غير تكون الحلفة غير تعود الدوز اما دك الجنب الاخرين غير طابت تدخل فيها ذاك الخاليط وقد تمسح ممكن تمسحها غير بخرقة قاعدة تحكوهاش وصافيره هنتو ما غادي بسوه ولبسوه ولبسوه يجب ان اخذوا البرودوية ليكون واجد وخودك ليكون حتى ميستر بيرا يجب ان اخذوا الجودة مخيره مخيره الانوكس والبوتات الانوكس والبوتات سوف نشاركه معكم ان شاء الله انتو ما اشوفو الصابول البلدي مع هاد الخلطارة ينقي و لكن يخلي واحد ضبابة لا تقلبوا المعان هنا في هذا اللحظة تديروا الخل او لا تديروا المعجوة اي نوع دياله ديال السائل باش نغسلو المعان كيخرج لنا هاد المعها هدي انا درت غير الخل وصافي والحمد لله ركا تشعل ونقي فيديو اخر قد نصرح معاكم هاد العيون لانها تصغير و هاد اللي عندي فهذا القنت مبقاش خدام تصدب بالمرة شي حاجة فاط فيه وماشتهاش المهم غادي ندوز معاكم ان شاء الله نحيدو السيجور ونغسله الزربية كيما قلت ليكم هاد الكويتات هادو وما في المنظر راه مضيعين وبزاف الاخوات كانوا قالوا لحييديه ولكن حيث كان قلسو فيه يوميا انا كيفزو عليا ده الاوسخ بالنسبة اللواط الاخوات الكيسولوا على المخدر هاد المخدر هاد المخدر ده براهم مكمشين هكو مجموعني حيث ما صوبتو ما قدتو من اللي كان قدهم كيولو بومبيو كيكونوا من فوقين وريتكم اللواط من الداخل ويلا صوبتو هاد المخد هادو عن الطبيسيات ديالكم قولوا ليه يدلكم سنسلات بحال هكا لانا كان كيحمقني في واحد النوع ديال واحد الوسيد هانتهم وخان ارى ما قلتهاش ليه يعني انا اول مرة كان فتح الوسيد ولقيتهم فيه وقارنت مع وحدين اخرين كان عندي ممسدودينش كيتفرتس هادك الرقيق حيث هو دير بحال الحباد المحمصة هادك هو اللواط اللي كيكون مزيان وما كيهواش ما كيوليش هكا مخبزوا ما كيبقاش بعين حيث اللي اخذتوا ذاك العادية نرى مجرباهم كاملين هادك العادية اللي عمرتوا به المخد اللي كيكون هكا بحال الفلس كيكون غير هش نتيفاتها ككلوا واحد هادك را غي يعجبكم في الشوفة في اللول ولكن مع الوقت كيولي كلوا كيتخبزوا الوسيد هادا اللا هادا غي كتردوه كتضربوه واحد شوية كيتبومبو كيتنفخوه جلوسادة عامرة من ذاك شير فيه صافي انا يعني ملاقيت هاد سنسلة هادو عجبني الحال فهذا اللحظة هادى كيبقا ديما كيتفرتت لي يلا واطفة تلقى شوية هنا شوية هنا ولكن دا بحيد دير ليهم السنسلة يعني الله يرحم ليه الوالدين انا غادي نصب بنهم اول مرة ديما كان دير ديك الغلاقة وبيكاربونات سودا وكان شاركها معاكم اليوم غادي نصب بنهم ان شاء الله وغادي نشوفو وشا غيطلعو لا لا لانه هو براس وكان قلية ما تصب بنهم انا بغيت كتحيد منهم من ريحة ديال الطياب ريحة ديال القلاس وخاقينا الطبلات ديال الماكلة لكن المهم بغيت انا اغسلهم هاهم هادو كيبانو نقين ولكن تبارك الله مليت تغسلو تشوفو كي غادي يوليو وعوتاني شكال اخر وحتى هاد البونجات اول مرة كنفتحوهم يعني مع مري فتحتوهم من اللي جبتو انا تيقى فيه نهار قلير ارغان ديلك هادى الخدمة وهالك بقى كيش رحلية صافي ما والله القسم ما حليتش قاع نطلع ليهم نهائيا حيث عارتو غايكون مغلف البونجة وعارف خدمتو كيدايرا صافي غادي نحيدهم بهاتشكل كيتحيدوا بسنسلة عادي غير هوا البنات من اللي يبغيون نصب بنوهم بالنسبة لهاد الكحل هادى هذا الضوبلور اللي كيكون في الفوتويات وكيكون وغا تحاولوا عليه لانه كي تنسل اولا بحركة اولا ما تخيطش مزيان اولا ما تشتش معلم لانه سهل هذا الضوبل لانه سهل هذا الضوبل بحال كيكون وصل المنطويات او لا المهم راكم عارفين هذا الضوبل لانه الحمد لله فش صبنتو ما تجبد منه حتى خيط كل شي كيبقى على الخدمة صافي انا فش حيتاء البونجة كاملين وحيتهم اللي هنا وصدادر ندير ليهم طريقة اللي كنتشاركت معكم بيكربونات السوداء والخل لانهما مغلفين وصافي ومسحتهم بالغلاقة حتى هما حيتهم هنوم اوساخ والغبرة تعرفوا هذه الايام راشد يا ربي طرح من راه العجاج اللي دازت علينا تقريبا ما عمرناش فيناها مدة هذه كانوا ايام ديال يومين ثلاث يام وهي ما ترسلة باللي ولا بالنهار صافي ما بقيناش كان نردوا لبالها كان قولوا بلا سد السراجم ولا صافي تغلبناه ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد كل شي اللي جات من عند الله مرحبا بها العجاج زوينة الصاد زوين كل شي زوينة ما شاء الله الله يعطينا غير صحة والسلامة صافي انا غادي نشطب هاد هاد البلاصة شوفوا الطراب هانتوما وهنا يرى ديما زع ما كان نشطبه كتجر هاديك الاسبيراتور من الضربية من تحت ديالها انا غايت نشطب هاد البلاصة باش نرد هاد الضربية هادي البلاصة تكون نقيبة شكا زع ما نشطبها هنالبنات اخذت الملح الخاشين بالنسبة لهذا الملح هادي كتجين شي كولية خفيفة ما كاملاش كيلو ولا كيكملوها اصحاب الاجونس بالملحة وكان احتفظ بهذا الملحة كنستعملها غير لتنظيف ديال الضربية صافي ما كنديراش لشي حاجة اخرى ما كنديرا لاف المال دوش ولكن ما كي يكتبوا فيها نستعملها غير هكا صافي غادي نعمر هاد الضربية كلها ونزيد عليها انتوما هاد كيلو ممكن دروا غير كاسو نص كاربونات السوداء كتحافظ لنا هادي الضربية اللي كنت شاريت معاكم اولا شاركتها معاكم زع ما فاش خديتها زوينة خفيفة وعملية يعني في هاد اللويين كريمي هكا ما كيبانش فيها حتى تحرفوا البلاصة اللي فيها الدراج الصغار ولا مهم نخليوهم يقلسوا براحتهم ونعلموهم الانسان عود ضروري يعلم ولداته الاداب ومليد خلي كيفاش نقلسوه كيفاش نحيدو سبردينتنا برا وكيفاش نغزلو رجلينا ولدات صغر رمع ليهم لو مره الوالدين هما اللي كيربيو اما الولد الصغر هو مكراش يجي يدخل بصباطه بكل شي وياخد حاجة فقط ويمشي وصافيو الوقت غادي هديك هي الحرية دي لهم ولكن احنا لا ضروري مقا نعلموهم شوية بشوية ومقاش نتعصبوه حتى اعمال الشقة ديال الضيورة كان الاخوات اللي كيتعصبوه تماما حتى كيخرجوا عداني فى احد المواصل عندنا ما نديرو هدو مولداتنا حتى واحد ما اجابوهم لنا وحطوهم لنا هنا يا دورها اما نعطاه لنا الله خصنا نعلموهم ونربيوهم هو محسن من هاد الدنيا كامل و هاد الفراش و هاد الشي كامل نربي ولداتنا ونعلموهم و انتهى الله فى صحيحتهم هو محسن من هاد الشي قاعد لك كل واحد اللي يخلى له هى ولداته هنا البنات دوز ديك شئة حرشة شوية ممكن تاخدوا هديك باش كتصبنو تهية كتكون زوينة و دوزوها فى اللول باش تفرقو تدخل ديك البيكاربوناتصو هنا مبعد خليتها و خشتوني هنا كن نجمع لكم فى الصوار فاش دوز ديك شئة مشيت خليتها تقرب واحد عشرين دقيقة ركت عارفو شوية تشغل هنا وشوية هنا ورجعت ليها من اللي رجعت ليها صافي بديت نجمع هاد الملحة دابت شوفوا الملحة شوفوا كده شوفوا الخملة وفى اللول ردوز لها الاسبيراتول فى اللور قبل ما نرشع لها الملحة و هناك نعود نهزها باش نجمع ذاك ذاك تجرلية ذاك البيكاربونات و تجرلية ذاك الملحة اللي رقي قد خلت لي نفس ذاك الشعيرات و را تبارك الله را تصوير ما كيبينش على حقيقتها غادي ندووز ليها كلها غادي تولي ان شاء الله كتشعل و صافي غادي نجمعها بالنسبة للتسرجم واحد الغراري فى ديه اللي ما حيت عندي فيه هاد الفايونس هنا ماشيو مشكله خيط تغس لهذا اليمينيو ما كيتسداش ما تديروش لما نهائيا ما زال غادي نوريكم واحد الحيط عندي في واحد البيت كنت واحد الوقيته و كانت فيه شي طبع هكا وبقعت بقعت ديك تحت ديال الحيط ما باينش واحد شوية هو يتنفخ وتقشار طارت له واحد واحد دورة قاع هكا ديال السباغ يعني ما شيف ديك اللحظة يعني الى كان مسبوع الحيط ما تديروش لما نهائيا نهائيا البنات ما تديروش لما نقول لكم الحاجة اللي جربتها و خسرت لي هكا او لا انا نصحكم ما تديروش إلا كالفين ساكر ما عندهم ما يديروش صافي هنا يا غسلت الحيط بالما و خلوش طابه و نقيتهم مزيان مزيان هيا الضربية بلا نقيتة ديال المولدت جديدة بحالي لمصب بنات شوفوا را قربت ليكم هنا يا أولادي اللي غلفوا لي هاد السدادر هادو و عمروا الوسيد و انا في ذاك اللحظة ما كنتش معاهم اذاك شباش نسيت ما صورتش مرة تبارك الله اللي معا بين سداري اقولوا سيد هكا كدر ارجعوا الجداد و ما طلعوش البنات نهائيا إلا اخذتوا اونتي طاش الحقيقي اولا الفري رهماك يطلعوش نهائيا الحمدلله قديت السيجور لا بغد نساوب معاكم اغدوا ساهلا مهلا الاخوات اللي كابغوا اقتراحات دياله هكا لا اكلام بعد العيد هاد الا ايام و تاني كان حيرو شوية لا بغيتو حتى ديال كاسكروت غادي بقى نشاركوهم معاكم ان شاء الله المهم رجعت شوية ان شاء الله غير تشجعوني هنا عندي تقريبا الكرعين تقريبا واحد ربعات طريفات هنا اولا ربعين ممكن و درت فيهم واحد اللي بصلام شلضة و كان ضيفت حميرال خرقو مع طريا ديال القطاني زويني اللي بالنس كتعطي واحد اللي دم خيرا القصبور حبوب الملح والملح المنسيم وزيت الزيتون وورقة موسى اكيد كتل ددلينا واحد معي القاديال الربيع والماء يكون طايب هذه هي الطريقة ديالي في هاد الكرعين هادا اول هاد الهرقما كنديرها به هاد طريقة ساهلة و كي يجي الطايب و كي يجي من ذاك الشي رفع بعدما هاداك المبادة كيطلع على الغليه هكا و حدرتو طايب زيت عليه الحمص و لكن طاح ليال بالنس هنا تليفون مستيبورة و نسيت عاو تاني ما مصورت شفا زيت الحمص خليت هاد شي كله طابت قريبا ساعة قل الاربع الى كان هاداك الكرعين باقي صغير و لكن الكرعين كي يدي وقت في الطياب ممكن طيبه هو الول مع ذاك اللي قاموا و عاد نزيدوا ليه الحمص را كي يجي معلك و كي يجي فتي هكا و أخا ما كانش ديك اللي قطف جزيت الحمص و لكن را تبارك الله ما شاء الله جاي طايب و فتيت صور دائما ما كيعطيش بحال ذاك اللحظة فالشي الله كتشوفه و كتكون الريحة و كيكون كيكون واحد لفرق كبير و لكن كنحاول دائما نوصل لكم الصورة هنا حطيت شوية ديال زعلوك بالنسبة لزعلوك كنشاركو معاكم بزاف ديال المرات غالبا كنديروه أنا بلا زيت غالبا احيان كنديروه بلا زيت و هنصوب معاكم واحد العصير كي يجي خاتر كي يجي بتفاح و ذاك المركز ديال الليمون اولا تديرو مركز ديال الحامض اولا مركز ديال القرع دوك المركزات قاعدة اللي قدرت معاكم في فيديوهات لي فاش كانت التحضيرات ديال رمضان اولا في الوقت ديال فواكه هادوك بالضبط اللي كنستغلي في واحد الوقت اللي كتكون شي حاجه هكا اما ما واجدش عندنا اولا مهم حاليا مبقيتش كنصوب العصير بالحليب تقريبا مبقيتش كنصوبه مرا بش حالي لا بغاوه ولا دي هكا مع البانان ولكن ما كنصوب ما كنديروش دعمه هدا هو المتدول لما وهذا المركز هدا والاخوات اللي كي يسولوني على العصير بلا سكار الناس اللي فيهم هكا سكار اولا ديرين حيمية ما كي يأكلوا سكار دائما هذي كغير فواكه مجمدة مع الماء هدا هو هدي هي الطريقة بش كنديروه حتي انا كنخلي الفريز كنغسلوه مزيان ونديرو في بواطات او البانان كل شي كنجمدة واتفاح كل شي كنجمدة اي حاجة اي فاكهرة كتجمدة نقيوها ولقشروها وقدوها مزيان طريفات وطحنوها مع الماء يجيكم واحد العصير اللي كيكون منعيش بارد الناس اللي كيبغيوا العصير والناس اللي كيبغيوا فواكه المهم كل واحد ذاكش اللي كيبغيك نحاول ما امكان نقرب ليكم طريقة طريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش تعقيدات وهنا يا غدي نحط الغذيوه ديالي شوفوا ما شاء الله طيب طيب هذك الحمص غيكة تشدوها كابيدكم ولا كتولي كلها بحال صافيكة تحلى لكم فيديكم الغذيوه ديالنا هي هدي الخبز ما صورتوش كنت عجلينت الخبز ونسيت ما صورتوش ان شاء الله فيديوهات قادمة هذي نصور نشارك معاكم بزاف ديال افكار ديال تنظيف ديال حيال وحتى في الاقتصاد في المصروف الاخوات اللي كيبغيوا يقتصدوا يشيطوا شي حاجة اسوالية ومعاد الاغلاها دا وعاها هدى الازمة ديال غلاء الاسعار اللي كاينة في الاسواق ولكن بالرغم من ذاك شي غا ان شاء الله ننظموا حياتنا وننظموا المصروف ديالنا ونكسيوا راسنا الاخوات اللي اللي مخداماتش يكسيوا راسهم من ذاكش اللي كيشدوا المهم ضروري غير بنادم ينظم هذي نشارك معاكم الحصالات في فيديوهات جايين ان شاء الله بزاف ديال الحويج معلكم الا تبقوا اوفي القناة وصلنا لنهاية الفيديو الى اللقاء اشتركوا في القناة